موسيقى موسيقى يا نعورة شوي شوي رح تخلاص الماي هلا بتجيب انظورها بدت ملك طيب يا نعورة شوي شوي رح تخلاص الماي هلا بتجيب انظورها بدت ملك طيب موسيقى يا نعورة شوي رح تخلاص موسيقى 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 تربت الطبقة فوق النار وإمني هلأ مش بالبايد بمتر عمّا عورة تاتيجي غندورة وغندورة لما بتجي سباحك زينب سباحك سالي سباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية وإما كنتوا عم بتتابعونا بحلقة جديدة من صباحنا غير أعياد مباركة وأيام مباركة مرقنا فيها وساعات قليلة بنا نودع 2020 ونبتدي سنة جديدة إن شاء الله يا رب تكون خير وبركة وسلام على الجميع مثل ما متعودين بصباحنا غير عنا ضيوف مجالات مختلفة ومواضيع بتهمنا بتهمكن لكن رح أرجع صباح على زينب نرح ترافقني اليوم بهيدي الحلقة يسعد صباحك عد جديد يسعد صباحك سالي وكمان صباح الخير يا رب والفرج لكل من عم بتابعنا برحلتنا الصباحية إن شاء الله اليوم بيحمل معو كل الخير لكم إن شاء الله دائما الصحة هي تاج على روسكونا مشاهدينا أكيد ضمن صباحنا عنا كتير من الخبريات أيضا من المحافظات السورية والفعاليات اللي عم نحاول نصلت الضوء عليها والشكر الأكبر اليوم لمطعم بابليتو عم يستضيفنا ببرنامج صباحنا غير أكيد كل هالخبار اللي هتكون معنا لكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر عالم امريكي بعلم المناعة حاصل على جائزة نوبل بالطب بعام 2011 ومن الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1924 كارل شيبتلر اديب سويسري حاصل على جائزة نوبل بالأدب بعام 1917 وبعام 1929 مايباق رجل اعمال ومصمم سيارات الماني هاي كانت ابرز الاحداث اللي صارت مثل اليوم 29 كانون الاول ماركم سعيد موسيقى موسيقى صدنا على مساحتنا الاولى ثالي رح نحكي فيها عن موضوع كتير يشغل بالأمهات او الاهالي وهو المراهقة وما يمر به المراهق من تغييرات نفسية وجسدية وفيزيولوجية وايضا سلوكية حيث انه بيحاول يبني شخصيته الخاصة ويتمرد ايضا بهذا العمر او هاي المرحلة الحرجة اللي بتحدث شخصية الشخص بكل مرة اكيد زينب مثل ما ذكرتي بفترة المراهقة بتزداد ايضا كميات الطعام والطلب على كميات طعام لجسم المراهق احيانا بيكون غذاءه غير متوازن وهو بحاجة لغذاء متوازن طبعا بهذه الفترة بسبب التغيرات الهرمونية يلي ممكن تصيب الشاب خلين نقول او اليافع كيد كل هالتفاصيل رح نحكي عنها ورح نشوف اذا كان الغذاء غير متوازن ادي في مخاطر ممكن يتعرض الى المراهقين كيد بصرنا الرحب بالدكتورة لم يلبضنا اختصاصية في امراض الاطفال يسعد صباحك واهله صباحك الخير وكل عام انتو بخير يا رب اتمالتي تكون سنة 2021 سنة بخير يا رب ان شاء الله كل عام وانتو بخير دكتورة ويسعد لي صباحك يعني عم نحكي عن موضوع كتير بيعانوا منه الاهالية هو سن المراهقة والتغييرات الجسدية والنفسية للمراهق بس خلينا نحكي قبل كتير من الناس بيقولوا اولادي بيكرهوا جسمهم بيكرهوا حالهم في عندهم تغيير بالتغذية يا سمين اسمين يا بينحاف بينحاف تمام فخلينا نحكي عن اضطرابات التغذية عند المراهقين هلا مثل ما قلتي انه المراهق عم يمر بمرحلة انتقالية هالمرحلة هاي اللي ببلش بحس انه هو يعني ملك نفسه هو بلش يحس بالاستقلالية بلش يحس انه هو بده ينفصل عن عيلته بده يكون له تقاليده الخاصة بكل شيء ومن هالشي هذا هو تقاليد الاكل بالاضافة لهالشي انه حاجاته التغذوية بتزيد في فترة المراهق لانه عم يزيد نموه الجسمي عم يزيد تكوين على العضلات كل هالشغلات بتزيد من حاجته للتغذية هلا المراهقين بيعملوا بعض الامور اللي بيهنه بالنسبة لقلون قد تخليون انه يحافظوا على الجسمهم بينما بنفس الوقت هنه احيان عم يضروا حالهم هلا ليش ضروري انه نحكي عن تغذية المراهقين لانه لقوا هلا انه نحن لما بنأسس تغذية سليمة خلال الطفولة ومستمر فيها خلال المراهقة هي بتوقي كتير انسان من الامراض المزمنة بالفترات البعيدة يعني لقوا انه التغذية السليمة خلال فترة الطفولة والمستمرة خلال فترة المراهقة بتوقي من افات القلب الاكليلية يعني من افات القلبية بتوقي من السكري من كتير من الامراض المزمنة لذلك هذا كتير مهم هلا الشي اللي بيخلي المراهق انه يعدل بنظام تغذيته انه نحنا بنعرف انه فيه قفزة نمو طبيعية اثناء البلوغ شي طبيعي بده يزيد جسمه بده يزيد وزنه بده تزيد عضلاته بعض المراهقين وخاصة البنات لانه مثل ما حيشوف البنات كتير بيهمهم دائما يحطفزوا بشكل وانه يكونوا مقبولين من اقرانهم بيعتبروا انه فترة هالبلوغ هاي اللي هي طبيعية هي عبارة عن سمنة فبيحاولوا ياخدوا بعض العادات الخاطئة اللي اما بتوقفها الهجمة الطبيعية او انه بتخففها هلا واحدة من العادات اللي التغذية السيئة عند المراهقين هي انه بيحزفوا بعض الوجبات مثل ما انه المراهق بيقوم مشغول عنده مدرسة عنده عمل صار عنده لقاءات مع رفاءاته كتير فهو عادة مشغول فبيميل انه ما يلتزم انه ياخد الوجبات مع العائلة فبيحزف بعض الوجبات بدراسا عملت على بعض المدارس اللي الاطفال اللي بياخدوا فيها وجبة الفطور تحديدا لانه على الاغلب المراهق لما بيحزف وجبة بيحزف وجبة الفطور بيقوم الصبح مستعجل ماله شهية فبيميل انه ياخد وجبة الفطور بلي سببين هو برأيه انه لما عم يحزف وجبة الفطور هاد عم يعمل نوع من الرجيم او نوع من تخفيف الوزن والشي تاني مثل ما قلت لك هو وقته المشغول وقلت يعني وقلت الشهية بالصباح المدارس اللي يعني الطلاب فيها بيستهلكوا وجبة الفطور لو انه هدول الطلاب بيحققوا درجات اعلى وخاصة بمادة الرياضيات لانه مادة صعبة لو انه هدول الطلاب عندهم مشاكل نفسية اقل عندهم اضطرابات بالسلوك او خلافات بينهم بين المدرسين اقل لو انه غيابهم اقل اداءهم المدرسي اكتر فاذا معناته المراهق اللي عم ياخد وجبة الفطور اول شي عم يأمن ربع الوارد الحروري اللي هو لازمه لكل نهار عنده لما حزفها الوارد والشغلة التانية لقوا انه اداءه المدرسي افضل كلها طيب نعرف انه الشخص الجائع مو متل الشخص غير الجائع طبعا فدائما هذا الغلط اللي بيوقعوا فيه الغلط التاني اللي بيوقعوا فيه هنا لما بيحسفوا وجبة الفطور برأيهم انه هنه وفروا جزء من الحريرات هذا الشي حيصير بداله انه هنه حياخدوا بعده اكل كتير بالوجبة التانية او حياخدوا شي من الوجبات السريعة اللي هي اساسا فقيرة بالمغزيات وعالية بالدسم فاذا اول عادة تغزوية خاطئة عند المرهقين هي يحسف الوجبات عادة بيميروا مثل ما انه يحسفوا الفطور احيانا بيحسفوا الفطور والغدا بكتير احيانا بسبب وقت انشغالهم ممكن ببعض الاحيان يحسفوا وجبة العشاء طبعا هو ما بيحسفوا ثلاث وجبات بس اصدعا الغالب صحية وجبة الفطور اللي بيتم حسفها بالاغلب دكتورة يمكن حكيتي على الشغلات السليمة اللي احيانا المراهق بيبتعد عنها اللي هي وجبة الفطور حكيتي نقطة كتير مهمة هي الوجبات السريعة مثل ما بنعرف التغيرات الهرمونية بفترة المراهقة كتير والوجبات السريعة فيها كمية من الدسم المشبعة يلي احيانا بتكون فيها هرمون مثل الجاج والهمبرغير هؤلاء القصاص كلها احيانا بيبتعدوا عن اكل المنزل اللي اعطابخته الام او الحدب اللي بالبيت ويروح بيشتروا من بره وجباتها سريعة ممكن تعطيوهم كمية من السعادة بس هي عم تخربط لهم هرموناتهم قدامهم من الابتعاد عمال هلا متل ما قلنا انه الوجبات السريعة هي واحدة من عادات تغذية كمان الخاصقة عند المراهقين الوجبات السريعة دائما 90% من الحالات هي مؤذية لتغذية المراهق الا اذا كانت موضوعة بشكل تغذوي صحيح هلا قديش بيتأزى المراهق من الوجبات السريعة حسب قديش هو بيرتاد المطاعم تبع الوجبات السريعة لا او انه تأثيري على تغذية المراهقين متعلقة بشغلتين او الشي قديش هو بيرتاد مطاعم الوجبات السريعة لا او انه 90% من رواد مطاعم الوجبات السريعة هنا المراهقين بعمر تحت لـ 18 سنة والشغلة الثانية تركيب هالوجبات كتير قليل صراحة المطاعم اللي بتقدم وجبات هي فيها خضروات وفواكه وفيها شغلات مفيدة هنا على الأغلب عم يقدموا وجبات نسبة الدسم فيها كتير كتير عالية نسبة الكالوري فيها كتير عالية بالمقابل المغزيات الثانية فيها هي أقل المراهق بحب الوجبات السريعة على عدة أسباب أول شيء أنه هي متوفرة تمام وهلأ صار في عنا برامج توصيل متوفرة صارت ليلا نهارا بأي وقت اجعبانه المراهق حتى لو ما كان خارج البيت الصراحة كانوا يدق لأي أبليكيشن يأمل له الوجبة هي طعمتها طيبة يعني فيها كتير شيء من النكهات الطيبة شغلة الثانية المتل ما أن المراهقين هني صار عندهم رفقاتهم صار عندهم اجتماعاتهم فأغلب اجتماعات المراهقين حتكون بمطاعم الوجبات السريعة هالقاعدة متابعة المباريات الوقت الحلو اللي عم يقضوا بالمطعم وبيخليون يطلبوا الوجبات السريعة أكتر فنحن لو كانت هالوجبات هاي فيها جزء كبير من المغزيات فحقول انه حتكون معنا مؤذية مشان هيك نحن النصيحة اللي بنعطيها للمراهقين انه لما بدوا ياخذ الوجبات سريعة إذا قدر انه تكون غنية كتير بالخضروات يقلل نسبة الدصم فيها وهي كتير قليلة لانه بالصبيل المطعم ما بيمشي الحال يخفف ان الاستهلاك تبقى بكميك كتير قليلة ساعتا بتكون يعني أسرة سيئ على التغذية الأقل بس على الغالب هي أسرة سيئة وهي مسؤولة كتير عن البدانة هذا الغلط اللي بقع فيه المراهق مثل ما انه بيحضف مثلا وجبة الغداء انه انا بلا الكالوري اللي اخدته بلا الرز اللي اخدته بالبيت وبلا البطاطا بيجي بياخد مثلا وجبة على ساعة خمسة ستة عساس انه اخد وجبة واحدة بالبيت بتكون هي هاي عطته فات كتير عطته دسم كتير ما عوضيت المقص التغذوي اللي راح لما روح الوجبة الغذائية الصحيحة نعم طب خلينا نحكي بما انه حكينا عن اضطرابات التغذية كمان في عنا جانب هو كتير من المراهقين بيسيبوا النحافة شديدة ممكن يتأثروا بالتنمر اللي عم بيسير بالمدرسة ممكن يتأثروا بيمكن مواقع التواصل بالشكل اللي ممكن الشائع بين الصبايا فخلينا كمان نحكي عن تأثير الحالة النفسية على النحافة الشديدة عند البنات عم تصير احيانا مرض كمان هلا لهي المشكلة الثالثة اللي من عادات تغذية السيئة عند المراهقين هي اتباع الحميات الخاطئة مثل ما قالنا المراهق الشي اللي بي يعني اللي مستحوز على تفكيره هو رضى الاخرين عليه او شكله امام الاقران وقالنا هذا لاحظوا بالمراهقات البنات اكتر من المراهقين الزكور واصبح الان يشاهد عند الزكور يميلوا لانه يتبعوا برامج حمية خاطئة برأيهم انه هذا الوزن الميثالي اللي بدون يصلوا له نحن انا هون بحب وجه رسالة دائما للمراهق او لكل المراهقين انه لا يوجد جسم مثالي لا يوجد جسم مثل جسم اخر في صورة يا ريت نقدر نعرضها بتوارجيكي ست سبع اشكال للناس هدول الناس كليات ونوزنون سبعين كيلو تمام؟ بينما كل واحد له شكل لانه كل واحد له توضع للدهون او شكل جسم معين تمام؟ ومتل ما قلنا وجبة يعني هجمة البلوغ الطبيعية بيعتبروها هي عبارة عن زيادة بالوزن فلذلك منقول نحن انه انه انت لما عم تتناول ثلاثة واجبات غذائية اللي هي الفطور والغدا والعشا ولازم يكون فيه سناكات هلأ بنحكي كلمتين على سناكات لما عم تاخد تغذية غنية بالالياف غنية بالخضروات غنية بالفواكه منبعد عن الدوسة ومنبعد عن السكريات انت حضط من تغذية منيحة الشي التاني اللي بيوقعوا فيه المراهقين لما بيعملوا برامج حمية خاطئة اول شي انهم ممكن ياخدوها من ناس مانا خبيرة بيصير عندهم اكل زيادة وبيرجعوا بيدخلوا بسمنة حقيقية هي ما بتكون صراحة سمنة قد ما بيكون شكل جسم هنا غير راضين عنه او يدخلوا بحالات نحافة شديدة ومعروف مرض اسمه القمه العصابي عند الاطفال اللي المراهقات تحديدا بيمتنعوا فيه عن الطعام بيصيروا بيحردوا الاقياءات لحتى يتخلصوا من الاكل بهدف وصوله للنحافة اللي هي مرسومة تمام بيحردوا هنا الاقياءات ويصير صراحة مرض وعلاجه وكتير طويل واضطر لاستشارة نفسية هي بده تصل للشكل هو بذاته بده شكل معين شايفتوا على رفقاته شايفتوا على السوشيال ميديا في شكل معين بالضيافة بتدخل بحلقة مفرغة وبتدخل بنحافة شديدة هدون كتير علاجهم صعب ويدخلوا بمشاكل سلوكية وبدهون علاجات سلوكية وكتير حالات قد تنتهي بالوفاة لذلك بدنا نتبه كتير كتير على هذا خطر يعني دكتورة أشرتي لنقاط كتير مهمة وكتير هلأ من الصبايا عم تسأل عنا وأكيد كلنا ما رئينا فيها مثل ما ذكرتي الأجسام هي بتختلف يعني زينا بنذكر بفترة من الفترات استمننا بعدين لحالنا هيك رجعنا ولكن أهمية الغذاء المتوازن للجسم قدي مهم خلينا نركز للصبايا حتى أنه الفطور لازم يكون كامل أيضا الفيتامينات حتى لبشرتهم يعني هنن بيصالحوا من الجهة وبيخربوا من الجهة تانية فالشي المهم اللي ذكرتي هلأ أنه الالتزام بالوجبات الصراحة الالتزام بالوجبات بيجي لما بنكون ملتزمين كمان بوجبات العائلة لأنه نظام المراهقين المشغول على الأغلب ما بيأكلوا هنا مع عائلتهم كمان بدراسة لقوا أن الأطفال اللي هين بيأخدو أغلب الوجبات مع العائلة لقوا أنه هن بيكون عندنال معدل كتلة الجسم أقيم كثير من الأطفال اللي هنيا ما بيلتزموا مع وجبات العائلة لأنه على الأغلب هنيا يأخدو وجبات متكاملة ومغزيات صحيحة الشيء التاني المهم الينا أنه الأطفال بيحاجة لسناكات ليحاجة لوجبات بين الوجبات الرئيسية هالسناكات هي لما تكون حبوب كاملة لما بتكون عبارة عن لبن قليلين نسم أغذية غنية بالكلس، أغذية غنية بالحديد، هاي بتكون سناكات صحية أفضل إنو تكون سناكات عبارة عن وجبات سريعة في نقطة كتير مهمة ذكرتيا هون إنو نحنا بحاجة للألياف، بحاجة للحديد، بحاجة لفيتامين B1, B6, B12 كل هدول ما بيتأمنوا إذا ما أمننا تغذية سليمة، والجسم كل متكامل نحنا ما فينا نعتني بالبشرة بدون ما يكون في عنا تغذية صحيحة في نقطة تعانية كتير مهمة حابة إذكرها هون إنو لما المراهق بيقوم بيحمية، بينزل وزنه، بيرجع بيطلع وزنه هاي اسمها حمية اليو يو اسمها يعني إنو مرة فقد وزن ومرة زيادة وزن، لقوا عد دراسات إنو هاي كتير مرتبطة مستقبلا بتطور آفات القلب الإكليلية وتطور حوادث القلبية الوعائية فنحنا عم نحكي على الشي كتير كتير مهم الشي العناصر الغذائية اللي دائما بقول لازم المراهق يأكد عليها هي الكلس المراهق بحاجة كتير للكلس اللي هو موجود بالحليب ومشتقات الألبان والأجبان والكتير من المراهقين بينصوها وبيعتبروها ما نعمل نظامهم الزنك ضروري كتير بالخضار موجود كله وصرنا كلاتنا منعرف فائزة الزنك بكتير من الأمور النقطة الثانية مهمة كل المراهقات وخاصة الإناص هن بعرضة لفقر الدم بعوز الحديد بسبب وجود دورة تمسية وفقدان الحديد هن بحاجة على الأقل 15 ميلي جرام كل يوم من الحديد هذا إذا لم تكن تغذيتهم متوازنة وأمنوا خضار وفواكه واللحوم بطريقة جيدة لن يستطيعوا تعويض فقر الدم بعوز الحديد حتى كمان بدراسة لو أن المراهقات اللي هن عندهم فقر الدم بعوز الحديد هن وزنهم أكتر من المراهقات اللي ما عندهم فقر الدم بعوز الحديد معنا طب نخلص لهالشي أنه كتير من برامج الحمية اللي عم يتبعوها المراهقين مع كل أسف عم يتأدي لأنه يدخلوا بطور البدانة أكتر ما يصلوا للنحافة اللي هن مرسومة بزهنهم فلذلك بدنا نعوذ المراهق لا تقسم الطعام إلى طعام ضار طعام بنحف طعام بيسمن ما بصير نقسم الطعام هيك أنه هذا مؤذي هذا بنحف هذا بسمن الطعام يقسم حسب قيمته الغذائية وكل وجبة من وجبات الطعام بحاجة إلى شي معين أنه يكون موجود فيها وهو بحاجة للوجبات الثلاثة طيب دكتورة أنت بتأيدي دخول الفيتامينات أنه مرض أو نقص الفيتامينات ومرض العصر عند الكل بتأيدي المكملات الغذائية للمراهقين يعني الأهالي لما يشتهدوا خاصة هلأ بهذه الفترة قدم عميره على مواقع التواصل وكورونا وهيك فصار الكل عم يجتهد من عنده بتأيدي هذا الشيء بشتبه يعني لضبط الطرابات أبداً أي متمم غذائي وأي فيتامين سيدخل للجسم يجب أن يدخل بإستطبابه يعني أنا إذا ما عندي فقر دم بيعوز الحديد مصبت ما بصير أني أخذ الحديد ما عندي شي مصبت ما بصير أنه أخذ مثل ما قلتي لما الناس بلاشت أخذ الزنك بكميات كبيرة في ناس صارت تعاني من الأعراض الصمية للزنك مثلاً الجرعات الكبيرة بلاشت تعمل غسيان أقيا الأشخاص اللي عندهم ارتفعته الزنك يعني لازم ينتبهوا قبل ما ياخدوا الزنك فأي فيتامين مهما بدأ إنه كتير بسيط يجب أن لا يؤخذ إلا بإستطبابه وفي حال وجود عوز بهذا الفيتامين نعم دكتورة يعني مع هالمعلومات القيمة يلي استفدنا نحنا منه وأكيد إن شاء الله يارب تكون وصلت لكل بيت وعائلة بهمة إنه يكون صحة صحة وصحة الصحة البدنية عندها سليمة إن شاء الله تكون هيك قدرنا نوصل المعلومة بفقرتنا لليوم معك دكتورة لمية شرفتنا وأهلا وسهلا فيك شكراً كتير لأيكم شكراً لوجودك معنا وكل عام وانت بقى لك خير أما هلأ لحنروح على ريف حما بدأ بعض المزارعين بريف السلامية الشرقي بالاعتماد على الزراعة ضمن البيوت البلاستيكية وهي الزراعة المحمية بعد تحقيق كامل الشروط التي تؤدي لإنتاج وفير تفاصيل مع مراسلنا بحمام سلمية محيدين فهد بأيادهم يزرعون الخير والأمل والعطاء في مدينة السلمية لما تحمله الشجرة من فوائد جمالية وطبيعية من هنا انطلقت مبادرة زراعة الأشجار في المنصفات وشوارع المدينة هذه سنتجرين إن شاء الله سنقوم فيها بكل أنحاء المدينة بتعرف أن الشجرة إلى عنوال ورمز للحياة والأستمرارية للحياة نحن حبينا بهذه الخطوة نعطي انطباع الحضارة رسائل لأهلنا بسلامية أننا نحن نزرع الشجر من شاننا ومن شان الطبيعة التي نحن نحبها وأردنا هذه سلامية نحن لو ما نحبها ما نعمل هذا الشيء والعمل هذا رائع جدا لنا ولا غيرنا ولا أطفالنا يعني بتشكر جهود الشباب كلها تكافتان وهذا كله بيعود لازدهار مدينتنا ونظافتها ونتمنى من الشعب كله أنه يحافظ عليها ويساعد هالحملة هذه ومشكورين كثير كثير للإقامة ويحاملها طبعا الانطباع جميل جدا 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 وتمنى أن تستمر هذه الحملة لأنها تجعل مدينتنا جدا نظيفة ولكن يجب أن تنتقل هذه النظافة لتكون ثقافة لدى الأهالي لكي تستمر هذه الحملة حملة التشجير مستمرة لزيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالغطاء النباتي وإضافة الرونقي لهذه المدينة من أجل أن تبقى جميلة وذات طابعا جميل للأخبارية السورية محيد دين فهد يعني زينا أبا وين وصلنا؟ وصلنا على مساحتنا القانونية السالي حيث يعتبر سند الأمانة من أكثر الأمور المتداولة بمجتمعنا أغلب الأسئلة والاستفسارات اللي عم تجي من الناس بمختلف الشرائح والأعمال هي عم تتعلق بسند الأمانة قديمه فيد طبعا كيفية تحصيله النظامي ولنضيع لها الموضوع أكيد معنا الأستاذ أحمد دعبول يسعد صباحا كل عام وأنت بخير يسعد صباحكم كل عام وأنت بخير إن شاء الله سنة تحبوا سلامة سوريا وميلاد مجيلة الجميع يا رب شكرا لك استعاذ أحمد يعني دائما نحنا بحياتنا مندور على شيء اسمه ضمان أو لضمان حقنا لما نضيعه أو نصاب بخيبات الأمان خلينا قبل ما نفوض بتفاصيل سند الأمانة نعطي تعريف لسند الأمانة من حيث المبدأ العام نحنا عندما تفضلت حضرتك أي حدا عم يتعرض دائما لضمان الحق تبعه بالشكل الأمثل بحيث أنه حدا قدم خدمي قدم مبلغي من المال قدم يضمنها بالشكل الأمثل له وهنا نحنا بتجي للأسف عندنا غير الثقافة القارونية الثقافة المجتمعية اللي عم تفرض نوع معين من التعامل هو متعارف عليه ضمن العرف القانوني أو العرف المجتمعي وهذا الشيء نحنا كثير عندنا خاطئ لأنه غير قادع على ضمان الحق بالشكل الأمثل المتعارف عليه ضمن مجتمعاتنا الحاليه هو سند الأمانة أنه أنا خلاص شما بدي أخذ منك شاء الله بدي أخذ ليرة شاء الله بدي أخذ مليون عمل لي سند أماني رغب أنه سند الأماني قد لا يكون هو الضامن للحق بشكل أمثل لأننا هناك كثير أساليب قانونية وكثير وسائل قد تضمن الحق بشكل أفضل وبشكل أسهل وبشكل فعلا يستطيع الشخص يرجع المساري اللي عضاه لشخص آخر إذا يرجعوا سند الأماني العالم تتوجهه لأنه في إله مؤيد جزائي يسمى بالقانون لهو عقوبة الحبس لكن بالنهاية أنا دائما الكلمة اللي بيحكيها لأي شخص لما يسألني بطبيعك أنت عطت حدا مبلغ من المال طيب حبسته سنة حبسته عشرة حبسته 15 رجع لك شو شفدت أنت همك تضره همك تنتقم همك تسقر أنت لا أنت بهمك أنه أنا عطتها 10 مليون ترجعوا لي 10 مليون سواء إذا كان في معاملة تجارية مع ربع أو ما كان في معاملة تجارية بالحد الأدنى المبلغ نفسه يرجع لهيك أنا قبل ما نفوت بموضوع سنة الأمانة بيتمنى نحن نحكي عن السبيل الأمثل لضمان الحق يعني نحن قبل ما نصل لسنة الأمانة هو وسيلة يعتبر ضمن القانون السودي لكن في وسائل أكتر بأنه هي ضمان العقل مثلا الشيك يعتبر هو وسيلة لضمان الحق أكتر من سنة الأمانة وخصوصا باعتبار الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان يعني يعتبر يقوم مقام المال ساعة أنا بعطي الشيك لحد أنا مجرد ذهاب إلى البنك وكني حرك عليه وعدم وجود رصيد تجريمه بجرم شيك بلا رصيد نحي الأقوى من الشيك أنا من وجهة نظري كمان ساعة أنا بدي أعطي شخص مبلغ من المال أنا بشوفي عنده شيء يقدر أني أحجز عليه في حال لا قدر الله ما تم الاتفاق تم إعساره للشخص المدين أنا أرجع عليه في عنده سيارة بحط عليه إشارة حجز به هالمبلغ في عنده بيت بحط عليه إشارة رهن به هالمبلغ أو أرض أرض أي شيء أنا خلال فترة 6 أشهور وما أهلته بعد 3 شهور ما مش الحال أنا فولية بنفس على هالشيء المملوك للمدين بحيث أني أحجز عليه أنا وبيعه استرد حقي بشكل أمثل لهذا نحن عندنا مفهوم خاطئ أنه أي حدا نحن متعرف عليه أنه والسبب به شيء هذا هو سهولة السند الأماني يعني أي مكتبة أي حدا من غير مكتبة خلال سند أماني فلان أوضع فلان مبلغ كسع على سبيل الأماني خلاص داية لصة رغم أنه يوجد العديد من الثغرات بسند الأماني لا يفقها المتعاملون بالشكل الطبيعي المواطنون العاديين اللي ما عنده اخصاص قانوني اللي ما عنده اطلاع فيه كتير الثغرات ممكن تروح منه قيمته مثلا ممقيم من مؤيد الجزائي حقوبة الحبس يعني السند الأماني هو يحضر من الأسناد الشكلية طب خلينا نعرف فشو هي صيغة سند الأماني الصحيحة وفق القانون السوري وفق القانون السوري احنا الأساس أن يكون المبلغ المودع من قبل شخص إلى شخص آخر على سبيل الأماني يعني كتير أحيان إذا حضر ممكن عنده شوية ديراية قانونية يكتب أنه تاريخ الوفاء فيه أنه أنا يستوفر لي بتاريخ واحد واحد 2021 على سبيل المثال فقط قيمته سند لا يعني كمؤيد جزائي ليش؟ لأنه هون حدد التاريخ وفق فهو يصبح دين عادي في مجرد القانون السوري لكن أنت لازم الصيغة الأساسية إلى سند الأماني على سبيل الأماني على سبيل المثال أنا عطت شخص مبلغ 5 مليون ليرا وقدم لي دفعات منه مليون مليونين ثلاثين مجرد أني أذكر دفعة أنا على ظهر السند أو على متن السند أنه أنا وصلني دفع منه 3 مليون 4 مليون قولي بسند الأماني من مؤيد جزائي إلى سند دين مدني لأن السند الأمانه هو على سبيل الأمان أنا ودعته لعم شغل مصاري مألي ربح متن على سبيل الأمان هنين نقلي يعني مثلا سند الأمان أنا ممكن نحطه حط فيه غير المال ممكن نحط فيه أشياء مثلية تماما ممكن نحط فيه أي قصة نأودعت لديك على سبيل الأماني هالسيارة هاي هالمنزل أي شيء يمكن حط فيه سند الأماني لهيك أنا بحض إني دعونا نلجئ لسند الأمانة إذا كانت مبالغ صغيرين مليون ليرا مليونين ليرا ثلاثة لكن في عالم تجينا نحن ممكن أنه أنا أستاذ عاطي هذا خمسين مليون طيب خمسين مليون معقول أنت خمسين مليون أو مئة مليون أو مئتين مليون معقول أنك شي ضام للحق تبعاك يمكن حكيت نقطة أنه صيغة سند الأمانة هي أحياناً بتفصل بأعدة أمور ومنشوف كثير عالم كاتبة مو سند أكتر من سند أمانة على شخص واحد ويمكن بحلقاتنا السابقة مع حضرتك ركزنا على موضوع هو أن يكون مصدق من كاتب العدل لأنه سند الأمانة ما فيه إلو قيمة إذا ما كان كاتب الأمانة ما بنا نقول ما إلو قيمة إلو قيمة لكن القوة الثبوتية تبعاً لما يكون موثق عن موظف رسمي اللي هو كاتب العدل هو إلو قوة الثبوتية لا يقع في قلب التزوير تماماً والنهاية متماحك أنه أي شخص عم يكتب سند أمانة ممكن يكون يعني فيه كتير ثغرات إذا بيحط طريق وفاء إذا بيحط بسديد لفعة إذا بيحط أي أصلاح أما إذا بيجب أن تعمل سند هالك الكثير العلم يقول لك أنا أخي يقول له عمل شيك شيك أفضل طب أنا ما عندي رصيد إذا بيجب أن نروح في طعر رصيد هلا بدنا معاملة حمضة طرين عن مصاري بكرة طيب أخي روح لكاتب العدل كاتب العدل إجراءة كنت لا يتجاوز لنصف ساعة ساعة بالحد الأكثر ساوي سند أمانة لكن وثقه متفضلتي عن كاتب العدل هون صار سند رسمي هون هذيك سند أمانة هو سند عادي بالنهاية بالقانون حسب تصنيفه لكن ما أنا عمسكه أنا موظف رسمي لا يطعف إلا بالتزوير بالتزوير اللي هي وسيلة الوحيدة للطعن أما لما أنا ممكن أنا ساوي سند أمانة وممكن أن أطعن فيه بين شخصين عاديين ممكن أن أطعن فيه بالإكراه وممكن أن أطعن فيه بالإجبار وممكن أن أطعن فيه بالغباء أي قصة ممكن خاضعة لكافة وسائل الطعن لكن لما بيكون موثق ومنظم أمام موظف رسمي صار في عنا نحنا هون سند رسمي ممكن أن أرجح فوريا في ع القضاء بعيد تنفيذ المدني هون سند الأمانة نحن عنا له عدة طرق لمراجعته للتحصيل المبلغ الموجود بالسند في عنا طريق مدني وفي عنا طريق جزائي الطريق المدني ممكن أن ألجأ إلى دائرة التنفيذ المدني بحيث بعد مصالحة عليه ومصادقته بالمالية وهي قانون مخالفة رسم الطابع باعتبار أنا مساوي سند بيني وبين شخص فأنا مان يحضر الطوابع فأنا بروح على المالية بصالحوا عليه بيسموها نحنا عنا بيصالحوا على سند الأمانة هي قانون مخالفة رسم الطابع وبتوجهها للمحكمة دائرة التنفيذ إذا الشخص المدين أنكره فهنا خالف تطلع الدعوة من ولاية التنفيذ المدني وتتحول إلى القضاء العادي لإثبات أنه هذا فعلا شخص هو سند الأمانة هي البصمة هي للشخص هذا أو لا هو بتروح إلى المحكمة المختصة سواء محكمة مدنية أو جزائية الفرق ما بين المحكمة المدنية والجزائية بالمحكمة المدنية لا يوجد مؤيد جزائي لا يوجد عقوبة حبس لهيك العالم أخروي ترجع للمؤيد الجزائي المؤيد الجزائي للدعوة الجزائية حتى بنهاية الدعوة وبعد التأكد من أن الشخص هذا استدان من هذا أو قدم له مبلغ من المال يصدر بحقه عقوبة حبس خلينا نحكي شوي كيف يتم الإنذار من قبل كاتب العدل إذا هل القانون السوري يعتبر إنذار كاتب العدل هو شرط أساسي لتحريك دعوة إساءة الإتمان في القانون السوري يعني أنا في عماعي سند أماني على شخص قدمت له مبلغ من المال معطانية أول إجراء أقوم فيه بسند الأماني هي أني أنا بروح على المالية بسوفي رسم الطابع صار فيه السند الأماني مصارع عليه وقاله تاريخ ثابت ما فيني أنا أحرك دعوة جزائية عليه فوريا إلا بعد تنظيم إنذار كاتب العدل إنذار كاتب العدل من حيث المبدأ هو هو توجيه طلب إلى المدين بإفاء الدين اللي عليه بإعادة أماني خلينا نقول إحنا مدين هو إعادة الأماني ثلاثة أيام خمسة أيام لا يطعن ثلاثة أيام ممكن خمسة أيام يكون أسبوع أحسب أنا شوف بدي أمهله فترة أنه أنا مجلس بكم أنت في أنا وياه خمسة عشرين وأنا برجع لك المصاري برجع له التبليغة كاتب العدل بعد مضي المدين أنا هون بأخذ الإنذار إضافه إلى سند الأماني وتوجه إلى المحكمة بداية جزاء لساوي إدعاء مباشر أمام النيابة العامة وأمام محكمة بداية جزاء نعم وتحول النيابة العامة إلى محكم بداية جزاء لسير بإجراءات دعوة ساعة الأماني نعم عقوبة الحبس بتستوجب استفاء الدين لأشخاص؟ طبعا 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 هي عقوبة العادة ممكن تكون من ثلاثة شهور لثلاث سنوات أنت قيمة السنة؟ لا ما لا علاقة قيمة السنة تماما هيا خلينا نحك ما فينا عنا قيمة السنة سواء إن كان السنة قيمته مئة ألف ليراء وقيمته مئة مليون ما في سرعة ما في عندنا أي مشكلة إحنا هنا حبس واحد المدد وحده؟ طبعا 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 هون هي سلطة تقديرية القاضح هو بقدر منه لفترة إضافة إلى المبلغ إلزاموا بإعادة المبلغ إضافة إلى التعويض وإذا ما عاد المبلغ ونحبه؟ ممكن يحجز يكون في حجز فيني ألقي فوريا الحجز على أمواله حجز على الأموال مقولة وغير ما أقول إذا في عنده سيارة أنا أبرز للمحكمة أنا فلان عنده بيان قيد مركبة بسيارة رقم كذا بلتمس إلقاء الحجز عليها حتى لا يتم تهريبة عنده عقار عنده أرض عنده بيت بلتمس إلقاء الحجز الأحتياطي ضمانا للأمانة طب شو هي نقاط الضعف أو النقاط اللازم كل حدا ينتبه له لما بدأ يكتب سند الأمانة؟ الفكرة الأولى واللي بنعيد بنكررها عدم تنظيم سند الأمانة بشكل ودي بشكل يلا نحن حبايب تبلي سند الأمانة والله يسير ما بصير بالنهاية أول شيء نحن دولة قانون والتزام بالقانون حتى بالشريعة الإسلامية وإذا تدايئ أنتم بدأين إلى أجل وفقوا هالشيء هذا يعني أنا عم أفور أي شخص والخطوة الأعظم هون اللي بسميها مو على اللي عم يعطي المصاري عم ياخدوا المصاري أنه بسكون واحد بتدايئ عم يساوي سند أمان على بياض ما عم بحط مبلغ طب هذا الخطأ كمان أنا عم أكتب أنا عم بضمن حق الدائن وحق المدين الدائن أنه يرجعون له مصاري مبلغ خاص أخي شو بدك أنا أعطيك عشر سندات أمانية طب أنا سندات الأمانية اللي هذا ممكن يكون مليون لأ أنا أحطه عشر مليون خمسين مليون للأسف كتير يعني هون بسمية هون أزمة أخلاق صاري ما على خصوص بإلي الأستاذ أنا أعطي مليون ليرا بس أنا بصراحة كان كزا وكان كزا وأنا ارتفع سعر الصرف عنا ونزل سعر الصرف وأنا كانوا يجيبوني المليون ليرا سيارة هلا ما يجيبوني شيء بدي يضعه الكاخ ما يصير حرام اتق الله بالنهاية انه أنت شو بدك منه حطه المبلغ لا أستاذ أنا بدي يضع فوائد بدي حط أتعاب المحامات بدي حط أنا مصاريف في المحكمة بدي حط كل شيء أنا بدي حط كاله بس نعم بدي كاخ ليش نهاية كنت لما عم نكتب نحنا وعم نوصق ما عاد حدا فيه يلعب به هذا نعم الدائن ضمن حقه بإعادة المبلغ والمدين ضمن حقه بإعادة المبلغ زيادة أستاذ لكل سند مثل ما حكيت يعني بس ينحبس شخص على سند يرجع ينبرز السند الثاني ممكن كل سند اللي حاله القوة الثبوتية تبعوا المؤيد الجزائي مفي أي خلاق يعني مثلا برز سند رد برز سند الثاني ممكن يحبسه تمام أكثر مرتين وثلاثة واربعة وخمسة بحسب أعدد السندات طبعا طبعا يمكن القوة الثبوتية للسند هي اللي منقول أنه هي بتضمن حق حق الاثنين خلينا نقول صحيح طيب خلينا نحكي أيضا في حال التلاعب بسند الأمانة هنا كل شيء بخصة التلاعب يعود تقديره إلى المحكمة يعني أنا بدي أدعي ونحن في عنا قاعدة قانونية ما في شيء ثابت تقديريا البيني على من ادعى والحجة على من أنكر قاعدة قانونية أنا ادعيت أن هذا السند مولي أثبت أنا ادعيت له هذا أخد مني أثبت أنا ادعيت له فلان أخد مني طيب أثبت شو أثباتي أنا قدمت سند الأمانة حيانا صفر بسند الأمانة صفر بي بيفرق صح حتحكي وكتير أحيان للأسف صايرة معنا تماما يعني بسنة 300 ألف يار ممكن بلحظة مليون عشرة مليون حطي له يعني صارت عشرين مليون للأسف بصير فيه تلاعب هل هول اللي عم بتدعي البيني على ما تدعنه لا أنا سنة 10 مليون مليون أثبت وهو كيف تأثبت؟ ممكن أن أجيب شهود ممكن أن أمسجل له مقطع فيديو ممكن أن يكون هناك مسائل نصية بيني وبينهم وأنا وين العشرة مليون تبعت ما رجعت لي العشرة مليون لأصار بدي بنا 13 إنو أنت عم تطالبني بـ 13 كيف أنت عم تطالبني بالمحكمة في 20 هون هناك وسائل أثبات قانونية تلجئ عليها المحكمة للوصول كل شخص إلى حقه لكن نحن لا نفوت به المعمى ونضاف إلى أمد التقاضي لدينا محكمة البداية ومحكمة الاستنفع لدينا أمد التقاضي ونسقوه عن كاتب العدل أخي بتهد القصة؟ أي شخص عم يضمن حقه أخي ما عنده سيارة أحجز عليها ما عنده شيء مبلغ بالبك ونسقوه عن كاتب العدل تكاليف ما فيه قليل جدا ممكننا 3-4000 لارا وقت قليل جدا ونسقوه عن كاتب العدل تهد القصة ضمنت حققه أنا كمدينة وضمنت حققه أنا كدائن ومن دون أمد التقاضي لا يعني كما يقولنا أخي كان عندي سألك عفين اشتري كذا في المبلغ هذا ضمنت حققك أنت بسرعة بالتنفيذ المدني بكل شيء أضمن لما يكون موطقي الشيء دائمًا أتبع مقابلاتنا أحاول دائمًا أنه شدد أخي وثقوا أعمالكم موصد ثقة أخي 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 بلشنا نحن ثقة حتى أحيانا نتفقين هنين أخي أخي بلشنا نحن ثقة أخي أخي بلشنا نحن لدينا ألف دعوة أكيد مئة بالمئة كل عالة ويشتري ما بيعطيه هذا بيأخذ بلشنا نحن ثقة طب معقولة يعني ما كان في صيغة بديلة يعني أنت إذن كان ذكرتها الشيكات هي مضمونة أكثر من سند الأمانة لكن معقولة أنه لهلاء يعني العالم ساعة متعاني قانونيا من سند الأمانة ومن الصيغة لهلاء طبعا طبعا ما هي الصيغة القانونية البديلة لسند الأمانة أو الشيك؟ دعنا نحن نبدأ من سند الأمانة بدنا سند الأمانة باعتبار غير مضمون الحق في 100% نلجأ للشيك الشيك اللي هو أقوى من سند الأمانة باعتباره أعدات وفاء وليس أعدات ائتمان أنا برأيي حتى الشيك أنا مهمة لدينا حدا مصاري مهمة للجنوب أهمة رجيع مصرياتي أنا بشوف الوسيلة الأفضل خليني أضع إشارة رهن بموضوع ما بيعقل معنا يومين أو ثلاثة أمام مدارة التنفيذ المدني أنا بقر أمامه بأنه أنا استرنت فلان فلان مبلغ مقدره كذا وبالتمس للفريق الأول اللي هو الدائن وضع إشارة الحجزة على السيارة أنا هوني خلال ستة أشهور سنة سنة ونصف ما أعطاني هو ضمن حقه مية المية رح يرجع له رح يطر إلى البيع لشيء الموضوع على إشارة الحجزة عليه بيعه المزاد العلن واستفاء حقه كاملا إضافة إلى التعويض اللي تحكمله في المحكمة والضرار المادي المعنوي اللي ممكن يتوجب له يمكن استاذ اليوم كان موضوعنا كتير مهم وكتير عم بيصير نظرا للظروف الراهنة اللي نحنا عم نعيشها كتابة سندات أمانة بدنا كلمة أخيرة منك لكل اللي مثلاً عم يسألوا شيء عن سند الأمانة كيف بدون يضمنوا حقهم وما يصير في تلاعب بد أقول كلمة واحدة الموضوع موضوع اختصاص وليس انتقاص يعني أنت عم تتعطي سند الأمانة لا تشتهد من حالك لا تفكر حالك أنت العارف والعالم بكل شيء طالعاً كاتب عدل نظم سند الأمانة تماماً وصق الحق اللي إليك واللي عليك وصقه بشكل رسمي لا تعطي سندات على بياض لا ترضى أنت تعطي حد المبلغ مجرد أنه علاقه بديه بينك وبينه اللي بده يرجع المصاري فعلاً ما رح يخجل منك أنه تروح تتوصق الحكي هذا أمام كاتب العدل واللي بده يرجع رح إليك أنا مفرق معي ساوي عن كاتب العدل وليس ساوي عن مين ما كان أنا مفرق رح أرجع لك المصاري ما بده خجل القصة هنا موضوع قانوني ضمان حقه مال أولادك بالنهاية مال عائلتك وهذا أمال عائلتك اللي بده يزيد المبلغ وصقه السند الأماني بشكل رسمي أمام وظف رسمي لضمان حق الطرفين بشكل أمثل نعم نحن بنتشكرك كتير أستاذ أحمد على وجودك معنا وأكدنا نقلك نعاد عليك بكل الخير والصحة وإن شاء الله يكون كل العالم استفاد ومن هاي المعلومات القانونية اللي يمكن مثل ما قلت محكومة بالعادات المجتمعية والمودة بين بعض الناس هلأ ما بيمشي الحديث صح مثل ما ذكرت زينب نتشكر وجودك معنا أستاذ وإن شاء الله يا رب هايك خلينا نقول تكون استقا مبنية على شيء ثابت على شيء أساسي القانون هو يلي بيحكمنا دائما وشكرا لوجودك معنا هلأ زينب بكون حلقتنا وصلت لنهايتها بنتمنى يكونوا مشاهدينا قدروا استفادوا من المعلومات اللي قدمنا لهم ياها بها الساعة أكيد كل الشكر لمطعم ببيلته على استضافتنا بنقول أيام مباركة يا رب وإن شاء الله هيك حضروا حالكم لاستقبال الـ 2021 بأمل وثقة إنه القادم أجمل يعطيك العافية زينب إن شاء الله يعطيك العافية إن شاء الله تكوننا هلكم يوم يخلصوا بخير والسلامة والأهم الشيء 2020 تمر بخير والسلامة وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقتنا ومن صباحنا لليوم أي استفسار أو اقتراح راسونا على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير واللي ما قدر يحضرنا صباحا يحضرنا ساعة واحدة بالليل بيئة الإعادة نتمنى لكم بيئة النهار يكون كله فرج على كل الأصعدة ومحبة وصحة وأوقات حلوة مع العينة تبقوا بألف خير وباي باي شكرا